استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمقر المجلس وفد الحزب الشيعي الصيني برئاسة ليشي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن الزيارة تتعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين مشيدا بما تشهده هذه العلاقة من تقدير واحترام متبادل وحرص على تحقيق المصالح المشتركة بما يخدم الشعبين المصري والصيني وشدد المستشار عبدالرازق على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين لافتا إلى أن ذلك سينعكس إيجابا بالتأكيد على كافة العلاقات الاقتصادية والسياسية والسياحية والتجارية بين الدولتين الكبيرتين من جانبه أكد رئيس الوفد الصيني على دعم مصر في كافة جهودها لتحقيق رؤيتها عشرين ثلاثين لافتا إلى تقدير الصين للسياسات المصرية في مكافحة التطرف والإرهاب وكذلك دورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين